اشتركوا في القناة ووفروا لنا السكن والمأوى وحتى الفطور ووفره لنا أيضاً ولن نجد أي مشاكل في الجامعة ولا في الأهالي الذين مثلوا مدينة الشرقات خيار تنثيل وجسدوا لنا كل مبادئ القيم والكرامة وأوصلوا للطلاب رسالة سامية من جميع المحافظات ليس من طلاب الموصل فقط بل من حتى محافظات الجنوب والشمال والجميع المحافظات أنا عبد الحكيم عبد الرحمن من محافظة السليمانية أحد الطلبة الذين يقومون بتأذية الامتحانات الحضورية في محافظة صلاح الدين بقضاء الشرقات وأود أن أشكر الشكر الجزيل والكثير للأشخاص والشيوق العشائر والناس الشرقات الطيبين الكريمين الذين قاموا بالواجب اتجاهنا وعاونونا بكل شيء إذا من دعم من كل النواحي ما خلونا الحمد لله نعتاز أي شيء إذا من ناحية السكن وإذا من ناحية مبيت وإذا من ناحية أفراش ومهما نشكرهم ما أعتقد راح نوافي ونجازي هذا فضلهم اللي ما راح ننسى إن شاء الله والحمد لله هما ما تقصروا يعني ويا كل المحافظات اللي إذا كانت من الشمال وإذا كانت من الجنوب عاني من السليمانية وكهواي طلاب من الموصل وكهواي طلاب بعد مثلهم من كاركوك وكهواي طلاب من الحلة والديوانية وإذا أبقى أحكي على المحافظات وأحكي على الطلاب المتواجدين هنا يحتاج لنا وقت كل شيء كبير أنا طالب زياد عبد الدخيل محافظة صلاح الدين قضاء الشرقات طالب في جامعة تكليف كلية تربية أساسية الشرقات طبعاً أنا أشكر أهل المحافظات اللي جيتهم علينا وطبعاً هذا فضل يعني بسمه وبسماء الشرقات أحييهم وهذا واجب علينا يعني مو اليوم مو البحر حنتنا نسويها وهذا واجبنا يعني ونشكر الأخ الناشطة المدني زيادة جبوري على هذه التعاون معانا كنا جنا نصورنا أنت حانا تكون الكترونية بلحظة معينة أصدرت وإنها امتحانات حضورية فصارت الأمر يجوز أنتوا يعني إن شاء الله نقول وضعكم أحسن من غيركم أنا أنا أدري الطلاب الآن ببغداد بغير أماكن والله يدورون فنادق وما يعني ما يلقون ما متوفر نعم فنقول إن شاء الله يعني أنتوا وضعكم أحسن أحب يعني هلكم الناس إن شاء الله نكون ما يقصروا إن شاء الله وإذا صار تقصير يعني مثل ما قلنا لكم إنتا الآن موها إنتا تزر معنا بسمي بسم أهل ديالة وطلاب ديالة وطلاب كافة المحافظات الثانية الولد كلها من الناصرية البصر الموصل تكريت الكل نقدم شكرنا للشرقاء وأهل الشرقاء والشيوخنا وعزواتنا إحنا ما نشكرهم يعني كفضل لا لأن بين الإبل والأب ما كوا فضل بين الأخ واخوه ما كوا فضل بين العاب وابن الأخ ما كوا فضل وكلهم نعتبرهم هم مهيش ونقدم شكرنا للممثل مصطفى وعمار اللي ما عافونا أبد عايفين هل هم ولانا إذا هم وذا كلهم بس هم اللي كانوا بالوجه ما للشرقاء استاذ زيادنا يعني ما عافونا كلهم هل الشرقاء مرحبوا ألف على بيو والله كلهم مولدنا كلهم أولادنا عيني كنا نخدمهم والله ألف على قربي كل الهلة النبي وتعالهم ونحن نعلمهم من بسم الله الشرقاء نرحب أخواننا وأبنائنا أبناء الجنوب الذين يدرسون في كلية الشرقاء ونحن إن شاء الله أخوة ونبقى أخوة ومتحابين وهم الآن في دارهم كما قال الشاعر يا ضيفنا لو زرتنا لو جدتنا نحن الضيوف وأنت أهل المنزلي وألف بسم أهل الشرقاء نرحب بهم ألف ترحيب وبين أهلهم وحشيرتهم بدايتين بسم أهل الشرقاء ونرحب بأولادنا وأبنائنا وقرائبنا من محافظات الجنوب والموصل والبصرة وبغداد من أكثر من محافظة طلاب في كلية الشرقاء وأهلا وسهلا بهم وما نعتبرهم ضيوف لأنهم ولدنا وأهلنا وأحنا كعراقيين يعني كنا إن شاء الله بيت واحد وأهل واحد وعشيرة وحدة وقبيلة وحدة دون مسميات حقيقة أن نحن نشكر أهل الشرقاء وقفوا ويانا نحن طلاب من جميع المحافظات منشكركم وقفتوا ويانا وما غسرتوا وقفوا منكم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أحب أن أقدم الشكر من قلبي من نيابة عن أخواني من محافظة بابل وكل محافظات العراق إلى أهالي الشرقات في كل كافة عشائرها ونواحيها بتقديم الخدمة للطلاب نشكر أهالي الشرقات جميعا على ما قدموهم من الاحترام والتقدير لنا والاستضافة الطيبة وجميع العشائر الموجود في قطاء الشرقات وما قدموه التقدير والاحترام في كل الأمور بسم الله الرحمن الرحيم باسمي وباسم عشائر الشرقات نرحب بالطلبة الوافدين من جميع محافظات العراق الوسط والجنوب والشمال والبالغة عددهم أكثر من 300 طالب والحمد لله اليوم الثامن على التوالي يقوم قضاء الشرقات بأفطارها الطالبة الموجودين الوافدين من كل العشائر في قضاء الشرقات ونرحب بهم أكثر ترحيب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويديم هذه النعمة على قضاء الشرقات طبعا من خلال منبركم هذا نناشد أصحاب الأعمال في قضاء الشرقات أن يلتفتوا إلى هؤلاء الطلبة أن يكون هناك بناء وحدات سكنية حقيقة الأمر الطلاب يعانون الأمر رين بعد المسافة بين قضاء الشرقات والمحافظات الجنوبية نناشدهم بأن تكون هناك بنايات لهم أقصان داخلية والحمد لله الشرقات متسع من الأراضي متاحة ومهيئة لبناء الأراضي الموجودة طبعا كلها قريبة على كلية التربية في قضاء الشرقات قمنا من بداية مجيئهم في اليوم الأول توفير لهم السكن وكل الخدمات وإن شاء الله مستمرين معهم إلى الآن والحمد لله كانت مبادرة جيدة من قبل الأهالي بإعداد الطعام والسيارات وحتى أصحاب المحلات عندما يرى الطلاب الوافدين من خارج محافظة صلاح الدين وقضاء الشرقات أغلبهم يشتري الحاجة كان لا يأخذ منهم مبلغ مال وهذا طبعا من كرم أهالي الشرقات طبعا نشكرهم بكل المسميات لا نريد أن نسمي أو نقول عشيرة فلانية نحن في الشرقات عشيرة وعحدة إن شاء الله والكل متكاتف ومتعاون ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديهم هذه النعمة موسيقى 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 اشتركوا في القناة